طب إحنا قلنا الحاجات اللي بنعملها وإحنا مش مدركين مدى خطورتها ومن شأنها إن هي تدمر الجهاز المناعي طب ما تيجي نعكس بأيه اللي نعمله بحيث إن إحنا نقويه ونعززه وندعمه أهم حاجة في جهاز المناعي قبل ما أقول إحنا هنعمل إيه لازم نعرف إن جهاز المناعي شقين الجهاز المناعي بيشتغل إزاي أول حاجة إن النخاع الشوكي والغدد اللينفوية هي اللي بتفرز لي كرات الدم البيضة هي اللي مسؤولة عن الأنتي باديز تاني حاجة الناس كتير مش عرفاها حاجة أسمعها المايكروبيون ده إيه بقى؟ المايكروبيون ده البكتيريا النفعة اللي في الجهاز الهضمي إحنا عندنا بكتيريا في الجهاز الهضمي يعني مش كل البكتيريا مضرة فيه بكتيريا نفعة لو البكتيريا النفعة حصل لها خلل إحنا بوزنا خالص عشان كده بقول لو أي حد عنده مشكلة في الجهاز الهضمي هيحصل له مشاكل في المناعة جمدة جدا طيب يبقى أنا عندي الحبل الشوكي أو الحبل الشوكي أو الغدد المفوية بتفرز للويت بلاد سلس مع المايكروبيون اللي هو البكتيريا النفعة طب ليه بقول أهم حاجة أحافظ على جهازي الهضمي علشان البكتيريا النفعة لو حصل لها خلل بيحصل تسريب في الأمعاء ارتشاح في الأمعاء يمكن الناس كتير يا كريم مش عارف عن إيه تسريب الأمعاء مهم أحافظ على حمض المعدة يعني يقول لي إيه المعدة إحنا منأكل كل حاجة حمض المعدة مش مهم أهم حاجة الأسديتي حمض المعدة بتاعي حمض المعدة بتاعي كويس يبقى لما هاكل الأكل البكتيريا اللي موجودة في الأكل هتموت لأنها ما بتعيش في حمض المعدة الفيتامينز اللي هتكلم عليها والمكاملات الغذائية اللي هتكلم عليها هتبقى سهلة في الامتصاص لأن لو حمض المعدة مش شغال كويس مش يحصل امتصاص طب ده إحنا عندنا موروث يجينا بيقول إن إحنا كمصريين معدتنا تهدم الظلم لا لا ودايما بنتابعها بالأول دار الكلام ده بقى لازم نعيد ترتبنا فيه مهم جدا إن إحنا نعيد ترتبنا في القصة دي لأن أهم حاجة في جسمنا المعدة فعلا مفيش حاجة اسمها هاكل سكريات هاكل أكل مسبق كل يوم كل دي بتعمل التابات في الجسم كله فلازم أول حاجة أتأكد إن حمض المعدة كويس وأكيد بنصح كل الناس اللي بتتفرج علينا ما تاخدش أدوية حموضة غير تحت إشراف الطبيب ده مهم أدوية الحموضة ما تتخدش والحاجات اللي بتأثر على الجهاز المناعي الإفراط في الأنتي بيوتكس يعني ساعد تقول لي إيه مثلا كريم ده أدوية الحموضة بصفة خاصة الناس بتاخدها بشكل آلي أوتوماتيك بعد كل وجبة من الصنف السنين هقولك ليه بيفتكرون عندهم مثلا حموضة المشكلة إن أحيانا نقص الحموضة بتعمل هارد بيرن بتعمل حموضة هم بيقوش عارفين بياخدوا أدوية حموضة عشان تقلل الأسيديتي وده خطر ممكن يكون عندهم أصلا الأسيديتي قليلة يعني لو هتكلم على الحموضة إزاي أحيانا الواحد بيحس بحرقان إن المريء والمعدة بينهم سمام فالسمام لو الأسيديتي بتاعت المعدة أو حمض المعدة عالي ده بيقفلت أوتوماتيك لو حمض المعدة خفيف ما بيحسش بيفتح فممكن حمض المعدة يطلع على المريء يعملي هارد بيرن يعملي ارتجاع في المريء وده مشكلة فلازم أي حد بيتفرج علينا ما ياخدش أدوية الحموضة غير بعد استشارة الطبيب لازم ده أول حد ده نقطة مهمة جدا آه تاني حاجة الأمعاء لو أنا الحمض المعدة مش شغال كويس البكتيريا هتنزل الأمعاء الأكل مش هيتهدم دي مصيبة أن الأكل ما يتهضمش لأن الأمعاء فيها بكتيريا نفعة بتكمل الهضم عشان ما يحصلش أن الأكل يطلع بره الأمعاء ويعمل تسريب انت فهم قصدي يا كريم فاهم مش كده أن أنا فاهم عشان كده حاسس بخطر بالجسم ده موضوع كبير جدا آه طبعا لو الأكل أصلا ممكن يتصرب خارج الأمعاء طبعا دي بقى قصة حساسية الأكل مش المفروض أن احنا نحس بالأكل مش المفروض أن الدم بتاعنا يستجيب أو يروح يهاجم الأكل يروح يهاجم البروتين المفروض لو حمد المعدة كويس والأمعاء والبكتيريا النفعة كويسها في الجسم خلاص البروتين بيتهدم لأحماض أمينية الدم بياخد يمتص الأحماض الأمينية ما ميمتصش بروتين وانس إن حصل حساسية للأكل حساسية للجلوتين حساسية لللاكتوز نعرف أن فيه خلل مناعة ليه نعرف ده؟ لأن أنت كده بتلغبط المناعة بتاعتك المفروض المناعة ربنا خلقها عشان تهاجم فيروس وبكتيريا بتسيب الفيروس والبكتيريا وتروح تهاجم في الأكل بتاعنا فدي حساسية أكل دي أول حاجة مؤشر خطر جدا لخلل المناعة بيحصل بعد كده حاجة اسمها المناعة الزاتية إن الجسم مش المفروض أن هو يهاجم مثلا الخلايا بتاعتنا الطبيعية مش المفروض أن المناعة بتاعتي تهاجم الغدة الدرقية وتعملي هاشموتو مش المفروض أن المناعة بتاعتي تهاجم القولون وتعملي قولون تقرحي مش المفروض أن المناعة بتاعتي تهاجم المفاصل وتعملي ريماتويد كل الحاجات دي أو تهاجم الجلد وتعمل إكزيمة المفروض أن احنا نحط المناعة بتاعتنا بطريقة الصح إنها تهاجم هي معمولة تهاجم الفيروس والبكتيريا عشان نساعد إن اللي حديدك بتكلمي عليه ده يحصل هل نكتفي بالأكل الصحي ولا لازم نلجأ لمكملات غذائية لمالتي بايتامين أو لأنواع معينة من البيتامين الأكل الصحي لغين عنه يعني لازم مع المالتي بايتامين طبعا أنا جاي معك نهاردة هتكلم على مالتي بايتامين أو مالتي فيت مكمل غذائي هايل هينفعنا جدا في المناعة فيه منيرز وفيه معادن اسمه ألب مالتي فيت حلو جدا فيه كل المينيرز والمعادن اللي هتساعدنا على تعزيز المناعة